السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مرحبا بكم ايضا على القناة شاف سهيلة لعشاق الحامض جبت لكم واحد طرطة غزالة بزاف لديدة وماشاء الله بدون جيلاتين ولا كريمة سائلة ولا اكترة القوام كدينا من اسهل وابسط مياكم بجنواز لك تكون خطيرة وناجحة 100% خليكم دائما معي بداية الفيديو حتى الاخير بالشرف على المكونات وطريقة دير تحضير ما تنسوش لايكيو الفيديو الاكبر عدد من اللايكات هكا لتعوم الفائدة كيف ما لاحطو كتجي منعشة وكتجي لديدة لديدة جدا غادي تجربوها وغادي تنال الاعجابكم فعلا كتستحق تجريبة ولو غايتو تخدموها كوموند اكيد ما غا تحشمكمش وكتوجد في جوج ديال الساعات وكتقدموها يعني جوج ديال الساعات كافية انكم باش تصوبوها وتقدموها ان شاء الله اول حاجة عندي ربع ديال البيضات عندي كاس وربع ديال الدقيق وعندي هنا يا كاس ديال سكر سنيدة او سكر الحبيبات عندي جوج ديال الساشي ديال الفانيلا وايضا واحد الساشي ديال الخمارة مايو عدينا 4 جرام لغادي نحتاجه النصف العلبة او نصف الساشي من بعد غادي نجيب او ما باطر او لعجانة مهم من المفروض انه يكون شي باطر ولا اي خلط انه اللي يخلينا يدعف الحجم دياله فلهذا هكا باش كنخدمو الجنواز ديالنا من بعد غادي نضيف ديال بايد ودك سكر او غادي نضيف جوج اكياس من الفاني بالنسبة الفانيلا عندي هنا يوم تقريبا واحد الملعقة مملوقة صغيرة جيدا من الفانيلا باش هكا كتحي ديال زفورة ديال البيض او ما كيبقش لنا ما كتجيناش للجنواز نزفرها نهائيا طفي من بعد غادي ننخليها تضرب تقريبا واحد خمسة تلسبة ديال تخايق باش كتضع في الحجم ديالها في الاول كنديرها لصور علي كتكون منخافضة حتى كنسج من الخليط اعاد باش كنزيد السرعة من الحد الاقصى باش كتطرب لنا وكنتحصلو على هاد الخليط في هاد شكل هادا غادي نجيب انا داك للكاس ديال التقيق غادي نكبوه ما يعادي لنا 100 كرام من تقيق غادي نكبوه في الاول كدفعة اولى وغادي ندير من الاعلى الاسفل من الاسفل الاهلعه نفس التجاه ما كنغيروش التجاه البنات لانه من الاسباب ان الجنواز كتحبط لنا يعني دائما نشوفو انا كندير من الاعلى الاسفل وهاكا كنكون اه دخلت الكاس الاول من بعد احنا كما كنت لكم كاس وربع ديال اه ديال التقيق كنضيف علي اربع النص بكية ديال الخاميره ديال الحلويات نص فقط ما كنديروهاش كامل هكا باش ما ديناش منفوخه بزاف باش كهنا كنت اكدو انها غا تكون ناجحة مية في المية الاصل ديالها ما كنت تكونش فيها الخماره وانا ما احنا غادي نديروها باش نجح معنا مية في المية صفي ودائما مكان خلط من الاعلى الاسفل نفس التعريقه انا جربتو هالطريقه ديال بزاف الفيديوها السابق بغاو لطورتا بهات الشكل هادا غادي ندلكم من اسهل وحده الاصعب وحده صفي ادي مزيانا متفقين من اسهل وحده في هالمكونات لكتكون كتيره اه اه ازعمه القيله وعد نشوفه المكونات اللي كتكون وحنا غاعدين مهم هدي بالنسبه المبتدئات ويلا اول مرة غادي تدير حلوه او طورتا كيف ما بغا تكون صفي غادي نجيب واحد صينيه ديال الفور اي صينه اي صينيه ماشي داروري تكون مربعه اه ممكن انكم تخدموا بها صفي من بعد غادي نفرش لهاد ورق طبخه داروري واساسي في الوصفه ديال الجنواس داروري الورق ديال الزوبتة من بعد غادي غادي نقن ان اي طالي غادي نجيب لا سباتيول وغادي نقعد بالزاف صفي ادخلط الفران عادي بحلي كان طيب كيكا ما كان فوت لاش اشار دقايق ان فوقت تحمر ليه من التحت شوية كان هبطة من التحت قد تاخد هدي اللون هذا داعيبي صفي فقط غادي نجيب واحد الاطار اللي غادي يكون فيه عشرين سنتيم ما كيهمناش الارتفاع دياله وانما كيهمنه غل القياس دياله بالنسبة للقياس كيما كنت لكم انا عندي 18 سنتيم لي غادي نقسم بغادي نجيب ثلاثة جنواس بنفس الحجم او بنفس القياس ولكن هنا غادي نخدم انا غيب جوج والثالثة غادي نخدمها في وصفه اخرى ان شاء الله ضروري كان ناخد القياسات هكا باش ما كتضيع لي احتى حاجة كيضيع وغايدة كل الجواني بصراحة اللي كيكونوا شوية قاسحين وهم اللي كنحيدهم بطبيعة الحال صفي غادي نحاول اني غادي نقادم زيان بها الشكل هذا حتى كيما قلت لكم غادي نتحصل على واحد اه القيطع بها الشكل هذا صفي هنا غادي نستمر وغادي نخليوها الجانبا حتى غادي ندوزو المكونات الاخرى كانت من انكم تكونوا استفتم الجنواس وغادي تديروها وغادي تنجح معكم بساف وغادي نحاول اني ندورها باش شوفوا كيف كاتجي مهوية ومفشفشا والدليل على انه منينا غادي نسقيوها بكل سهولة غادي يدخلينا فيها السيرو او اي حاجة غادي نديروها فيها شوفوا كي كاتجي ما شاء الله بحال يدارين فيها للميكسو ما دارين فيها حتى شي محسن محسن فقط اه ندوزو لطبقة ديال الكريمة الليمون السهل ما يكون فاد كريمة الليمون او الحامض هادي نحتاج كسرونا غادي ندير فيها جوج ديال البيضات بهذا الشكل هادا غادي نضيف هنا ميات جرام ديال السكر ديال السكر اهه ساني دايما يعدين نكس الاروب باش هاكل ناتل ديال العنبابش يجربوه غادي نحاول اني نخلط تكساني ديال السكر هم اللولين بهذا الشكل هادا وغادي نضيف القشور ديال الحامضة هندر جوجي الحامضة صغر اعطوني كاس مع مرش ديال بورتو ديال الحامض او عسير الليمون غادي نضيف تكلك الكاس بطبيعة الحال ثلاث قريبا واحد اه ثلاثة المعالق ديال الماء هكا باش نخفف تك الحموضة وصاف يعني ماشي ضروري لما كانش حامض بززاف بلا ما تزيدو سافي مبعد غادي نضع على نار وانا يفك نخلط جيدا حتى كتعقد لي الكريمة ديالي ما كان حيتش فوق البوطة يبديها حتى كتعقد ليها كتاخد ليها ما منبع اربع دقائق حتى الخمسة دقائق ماشي بزعب سافي هنا ضفتليها تقريبا ثلاثين جرام ديال الزبدة ما يعادينا ملعقة مملوئة ديال الزبدة من الاصلحة يواني او ممكن ديرو ديال البوطة كان كتمنى انه يكون شرح واضح جدا و كما لاحظتو اه صفي و غادي نضعها كمسا مرة كان صفي من ذوك شوائب ديال البورد الليمون عفتلي بارح كان قررت تعليق و ما شاء الله شكرا بززاف على تعليقات ديالكم والله و كان نجاوب اي وحدا بينهم و احدا كتبات ليه اه كان بغين نتبعك و لاني فيك العياقة انا جيت نجاوبك في الخيوصية في هذا الفيديو هذا ، انا ما فيش العياقة و هضرت عادية بطبيعة الحال الناس اللي كيعارفوني لاقرب ليه هدية هضرت و انا كل تواضع هي انا صراحة مكن من فيها العياقة ما متكبره متحاجة بالعكس يعني كم اقوله كل الناس الذين يعرفوني او لا مت عادي عادي جدا ما عرفتش على شغلتك الهضرة وانا مفيش العياقة وهذه اهضرت عادي جدا سولي هالبناس اكتبو لك في الكومنتر واش فيها العياقة ولا لا نكملوا المقادر ديانا وسمحوا لي على هاد الميناقه وطعين من بعد هنا عندي اه مهمة اذكري ما تليمون حقا قدرت لها بابيه سلوفان واندخلها للتلاجة تبرد لي عادي هنا في البول غادي نحتاج اه كزد الحليب ومية كرام ديال الشانتي بودرة ديال الشانتي خدوها تلا شانتي هادي لصراحة بنينة اه ما غادي نضيف لها حتى شي اضافة لحتو انكت لكم الحلوة كاملة بدون جلعتين ولا كثرة المقادر صافي وغادي نوجد واحد سيرو اللي غادي نقول لكم شنو نفيد هنا هي بنسبة الشانتي اطربتها ودرتها في بوش بوش جو طابل وايضا ذاك الكريمات الليمون دا هي درتها في بوش باش يجيني العملية سهلة وما كانت جينيش تبقى عالية وطبقها نازلة وهكا كان يكون تحصلت على طبقات متساوية بطبيعة الحل اول حاجة كانحتاج تبصيل ولا شي حاشي سيركل اللي غادي او شي طباس طباس الحاك اللي غادي ديرو في اه ولا هادا كل بحالة الورقة الصفر اللي كان ديرو فيها فلهذا غادي ندير انا فتبصيل نيشان صافي من بعد غادي نجيب جينواز اللولا وكنديروها على كنقلبوها يعني باش كدينها حكا مقدة صافي من بعد هنا غادي نجيب تكسيرو مكند تكون من كس اللارب دي سكرساني دا مع نسكز دي الماء مع قشور دي الحامض هادو كوما اللي عسرت صافي قلت علش لا ما نضيع نعود نحل الحامضة كتافي تغيب داك للحامض بهاد شكل هذا وصراح اعطال لفا ديالو او اعطال مدق قوي ديال الحامض في طبع الحال صافي غادي نحاول انا ننسقيها كيف ما لاحظو الجينواز دي اللي كتشرب تغياب فلي هادا كتكون ناجحة مليوم في المئة من بعد غادي نجيب لاش فونتية ديالي وغادي نحاول انا ندير واحد الكارو كبير ومقا ندير كارو صغير وانا نتم تبع بحلاكة باش كدينها وما كديناش طباقة ديال كريمة شانتية غالبة بزاف وهكا ما كديناش زوينة فلي هادا ما نكتروش من الكريمة هتلاحظو معايا تشكل هذا انتوما كنديرو كارو كنتبعوه بات شكل هادا صافي باش هكا كيجينا متساوي وكن اكد على ان علبة ديال شانتية واحدة انها كافية باش انكم تخدموه تورطة من اه بديال 20 سنتيم غادي نحاول انك نقدها دائما بلا سباتول دايمة نقدها الجوانب ونقد لها كل شي ديالها من بعد بين طبقه وطبقه ديال الكريمة غادي ندير هادا الكلية ديال الحامض اللي هنا ممكن انكم تزيدو علي الجيلاتين وديروه في ساخل حتى يجمد وديروه كطبقه ولكن يستحسن انكم تديرو هكا باش كيعطي واحد المطاق اللي يزوين بسعف كيف ملاحظو وعاود غادي ندير علي الجنواز من الفوق و الكريمة و الكريمة ديال ليمون صراحة من المقادير والطريقة ديال تحضير ديرها كتبان كتشهي كنتمنى انكم تجربوها وترسلو لي تطبيقات ديالكم في الانستغرام ديالي هو شاف سهيله اللي نفس البروفيل اللي دايرا انا في القناة هو اللي دايرا في الانستغرام صافي من بعد هنا يا نفس الشي للكريمة صافي وهكا كنكونو سالينا الحلوة ديالنا اننا ساليناها في الزين وساليناها في القديناها مزيان وما كان ما كتتغني ما كتتخدشنا واحد الوقت كبير واحد المجهول اللي ما صراحة عادية جدا وكتجيزوين بزاف فانتم تلاحظوا معايا صافي من بعد ما قديت حاوتاني غادي نجيب هادك نفس الخالي ديال الكريمات البرتوقال اللي ديال ليمون بهذا الشكل هذا وايضا لو بغيتوا تدروا ديال بورتوقال ديال ليمون نفس الطريقة بلاس الحامض غادي تديروا البرتوقال نفس الشيء وان شاء الله مهم غا يكون اما وشبال لكم انا في الطرطة الجايين نديروها اما الشوكولة او الكرامل ولا الفاني مهمة اللي اللي كان بزاف فغدين نخليوها ديال في كومنتر هكا باشنا نلغدة ان شاء الله نحضرها لكم بكل تفاصيل لها وسهلة جدا بالجسبة لزيين فقط هنا دخلت المجمد جوز ساعات فقط وجبتها وزيينتها بطريفة ديال الحامض شوية الورد عزيزة ديال ورد والحبة ديال السوريز وهكا شوية ديال ورد من فوق وشوية ديال الخشخاش هكا اللي كانتها وحد اللمسة وصافي وهذه الحلوة ديالنا تمنى الفيديو ان الاعجابكم صحة ورحول اعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها دائما بلا لايك ديالكم وشارك في القناة باش تواصلوا بجديد الفيديو هاد ان شاء الله جاي وفرجة ممتعة تمنى هاد الفيديو هاد ينالاعجابكم ويروقكم صراحة لانه فعلا كيستحق تجربة وزوين بزاف والكجيل تيدا شكرا بزاف على الحسن المتابعة وإلى اللقاء للفيديو الجاي ان شاء الله مع الطرطة جديدة بحولة جديدة بمضاق جديدة بدون تعقيدات شكرا بزاف على حسن المتابعة وإلى اللقاء